بسم الله السلام عليكم طلاب الصف الثالث ثانوي ومحبي اللغة العربية في كل مكان اول حلقة من سلسلة امتحانات الثانوية العامة للنحو امتحان عام 2009 اجابة امتحان الثانوية العامة لعام 2019 دور ثاني اقرأ الفقرة التالية بعناية ثم اجب عن الاسئلة التي تليها ايها الشباب ان حياتكم اليوم وغدا ليست حياتا سهلة وميسرة في كل نواحيها ففيها الصعاب التي لا تمحوها المعرفة وحدها وانما تحتاجون بجانبها الى الايمان بالله وتعاليمه لان تعاليم الدين هي التي ترشدكم الى افضل السبل لمواجهة مصاعب الحياة واعلموا ابنائي ان المستقبل يفتح صدره لكل من يتقدم نحوه مزودا بزاد العلم والايمان كليهما فيسعد الوطن بكم كثيرا اعرب كلمة الحياة نشوف في القطعة كلمة الحياة هنلاقي مباشرة قبلها ليس ومن اخوات كانت يبقى افكر هي اسم ليس ولا خبر ليس ليست حياة قصد يقول ليست هي حياة يبقى كلمة حياة خبر ليس منصوب بالفتح اعرب كلمة تحتاجون تحتاجون ده اسم الفلا فعل فعل مضارع مرفوع بسبوت النون واعرب واو الجماعة مهم واو الجماعة ضمير مبني في محل راف فاعل اعرب كلمة من في جملة لكل من يتقدم نحوه من هنا بمعنى الذي اسمه وصول اتعام معاك المعادية الاول خالص جاءت بعد كل وكل ما يأتي بعد كل مضافا اليه لكن ده اسم مبني الموصول ما درش اقول مضاف اليه مجرور بكسرة والكلام ده ده اسم مبني فاقول من اسم موصول مبني في محل جر مضاف اليه اعرب كلمة كليهما افتكر على طول كلا وكلتا فيها ضمير اللي هم عائد على العلم الايمان قبليها يبقى جاء ايه جاء للتوكيد فيبقى كلمة كليهما توكيد معناه مجرور بالياء لانه ملحق بالمسنة والضمير هما ضمير مبني في محل جر مضاف اليه استخرج من الفقرة السابقة اسما للزمان واسكر فعله نفتكر مع بعض اسم الزمان والمكان وكيفية استخراجه اتفقنا قبل كده اللي افكر ان يكون اسم زمان او مكان او اي اسم المشلقات اللي درسناها لازم اشيل منه الف واللام التقى المربوطة في اخيره علامات التثنية او الجمع سواء جمع مذكر سالم او موناس سالم وعلامات المسنة يعني زي الف والنون وليا والنون والا والنون والتا وفكر في شيء مهم جدا ان اسم الزمان والمكان له صغطين من السلاسة ووزنين ادور عليهم ووزن من غير السلاسة فعلى وزن السلاسة اجيبه من مفعل او مفعل يبقى اربع حروف اولهم مفتوحة وعلمته لو حزفت المين الاقيه فعل الماضي قدامي زي مجلس يبقى جلسة دي علامة الاوزان ادور عليها يبقى اربع حروف ادور عليهم او مين مفتوحة لو شلتها يديني الفعال الماضي بتاعها عدور جعلامة اسم الزمان او المكان من الفعل السلاسي لنه من غير السلاسة ومين مضمومة مفتوحهم قبل الاخر لان صياغته بالضبط صياغة اسم المفعول وعليه الكلمة او مين مضمومة مفتوحهم قبل الاخر احتمال تكون اسم زمان او اسم مكان او اسم مفعول واللي يفرع بينهم الصياغ أو معنى الجملة فلو دل على زمان يبقى اسم زمان لو دل على مكان يبقى اسم مكان أو جاء أي كلمة دل أبلي أو بعدي على زمان أو مكان طب لو هو بتكلم عن شيء يقصد شيء ليس زمان ولا مكان يبقى اسم مفعول وخلي بالي الحاجة مهمة لا تنسى أن هناك كلمات شهيرة في الامتحانات تأتي غالبا كاسمها زمان مستقبل موعد موسم مطلع مولد كذلك في كلمات غالبا تأتي باسم مكان مجتمع موقف مجال موطن منبع خلي بالي من دول يبقى أنا بدور على مفعل مفعل أشيل الميم ملاي فعل ماضي ميم مضموم مفتوح ما قبل آخر أو كلمة من الكلمات اللي قدامي سواء اسم زمان أو مكان نعود للقطعة هلاقي هنا كلمة شهيرة تأتي للزمان المستقبل هي اسم الزمان وفعله استقبل لأنه غير سلاسي استقبل يستقبل فمستقبل مفتوح ما قبل الميم مفتوح ما قبل الآخر استخرج من الفكرة السابقة مبتدأ مؤخر وبين حكم تأخيره هدور في القطع على أي مبتدأ مؤخر يكون قبله شبع غملة فلو نكره يبقى واجد لو معرفها يبقى جائز ده أبسط شيء فندور مع بعض هلاقي كلمة الصعاب ففيها أصل الكلام الصعاب فيها هلاقي كلمة الصعاب وحكمها جائز تأخير استخرج من الفكرة السابقة فعلا مبنيا واسكر علامة بنائه ولا فعال مبنية أي فعل أمر أي فعل ماضي مبني مطلقا أي شكل منهم إنما المضارع له حالتي بناء فقط وعندما يتصل بنون التوقيد أو نون النسوة فلاقي هنا قدامي أول فعل أبني فعل الماضي ليس في جملة ليست ليست حياة سهلة فليس فعل ماضي مبني على الفتح ولا كلمة إعلامه فعل أمر مبني على الضم نائبا عن المفعول المطلق وبين نوعه على طول هفتكر النائب عن المفعول المطلق درس مهم ودايما بيقرر في الامتحانات النائب عن المفعول المطلق تسع عنها إما يكون صفة بعد حزفه زي كثيرا طويلا بس يكون محزوف زي نمتو كثيرا ممكن يكون عدده مثل ركاعة الله أربع ركاعات نائب عن المفعول المطلق من خلال العدد كل أو بعض بس يكون مضافتين إلى المصدر مثل لا يتصرف كل الإصراف وكذلك الإشارة إلى المصدر يعني السخدام اسم الإشارة مع المصدر أو قبليه مثله فهمت الدرس هذا الفين أو أن يكون ضمير المصدر احترام احتراما لما احترمه أحد يبقى أنا كده ضمير ده عائد على احتراما يبقى ضمير نائب عن مفعول المطلق أو ما يدل على الآلة زي ضربته عصا رشقنا العدو رصاصا ضربت الكرة رأسا أو مراض في المصدر كلمة تراضف في معناها معنى المصدر فرح فعو المطلق لأنه مراض في الفرح وكأن قلت فرحت فرحا ومثلها وقفت قياما قعد الطفل جلوسا رقم ما يدل على نوع المصدر مثل جلس الولد الكرفصاء أي جلس جلوس الكرفصاء رقم تسعة اسم المصدر وهو يدل على معنى المصدر الأصلي وقال منه طبعا حروف مثل أعنته عونا والله أنبتكم الأرض نباتة فعونا أو نباتة الاتنين جايين من مصدر أقل منهم في الحروف ومعناه الأصلي من إعانة ومن إلى مصدر فعله الموجود في بداية الجملة يصح أن يكون نابنا عن المفعول المطلق اجتهدنا غاية الاجتهد الاسم غاية نابع المفعول المطلق ليه عشان جاي بعديه مضاف إليه والإناء مفعول مطلق عشنا أجملة عيشة خلي بلي طبعا من كلمات اللي موجودة في القطعة خلي بلي طبعا من كلمات اللي موجودة في القطعة اللي دايما أعربها مفعول المطلق مثله جيدا سريعا حسيسا كثيرا طويلا جدا كل الكلمات دي لو لقيتها في أي مكان هلاقي في القطعة كلمات كثيرا ونوعها صفة للمصدر حسبتكم متعاونين احسب الفعل حسبة من الجملة السابقة ثم قعد كتابة الجملة صحيحة حسب ظن أخوتها الفعل حسبة ينصب مفعولين فانظر معي الجملة حسب فعل الماضي مبنى على الفتح تا تا الفاعل ضمير مبنى في محل رفع فاعل كاف ميم ضمير مبنى في محل النص مفعول أول متعاونين مفعول منصوب بالياء فالإباءة الإجابة أنتم متعاونون أنت الأعظم خلقا خاطب بالعبارة المسنة بنوعي المسنة المنذكر أنتم الأعظمان خلقا المسنة المؤنس أنتم العظم خلقا لأن أعظم على وزن أفعل فلما أجيب المؤنس بتاعها تبقى على وزن عظم ولما جسنية تبقى عظم تسنية المقصور في أي مادة تكشب في المعجم عن الكلمياتي تحتاجون والمستقبت تحتاجون فعل أجيب الماضي بتاعه احتاجة أشيل أحرف الزيادة يبقى حاجة لكن ألف ونص رضال أصلها من المضارع أو من المصدر حوج بسبب أنه يحوج أو الحوج نفسه فيبقى مادتها حا واو جيم المستقبل إسم أشيل أحرف الزيادة أو أجيب ماضي مجرد منه يبقى أستقبل قبلها أو أشيل أحرف الزيادة لقبلها يبقى المادة بتاعتها قاف باق لام ولا تنسونا من صالح دعائكم وانتظرونا في الحلقة القادمة وامتحان آخر بالإجابة من سلسلة امتحانات الرسالة للصف الثالث الثانوي في النحو العربي ترجمة نانسي قنقر